في المورد الرابع الكامل الجزء التاسع ابن الأثير قال ابن الأثير ثم دخلت سنة سبعة وستين وخمسمائة تحت عنوان ذكر الوحش بين نور الدين زنكي وصلاح الدين باطنا قلنا في هذا المورد عندي عدة فقرات عدة مقاطع للكلام إذن المقطع الأول قال والكلام قلنا لابن الأثير في كتاب الكامل قال في هذه السنة سنة خمسمائة وستين هجري جرت أمور أوجبت أن تأثر نور الدين من صلاح الدين ولم يظهر ذلك وكان سببه أن صلاح الدين سار عن مصر في صفر من هذه السنة إلى بلاد الفرنج غازيا قلنا ما هي بلاد الفرنج؟ بلاد الفرنج التي هي عاصمتها القدس في تلك الفترة بعد الحملة الصليبية احتلت العديد من البلدان العربية من المناطق من الأراضي العربية الإسلامية وانشئت هذه المملكة مملكة بيت المقدس فكانت تشمل أجزاء فلسطين من الضفة الغربية ويقطع غزة كما يسمى الآن من تسميات حديثه وباقي أراضي فلسطين وأيضا يشمل لبنان أو الكثير من أراضي لبنان وأجزاء من الأردن ومن سوريا وأيضا من سيناء وكانت عندهم محاولات للزحف نحو باقي الأراضي المصرية وبالذات الساحل المصري ومن هنا قلنا يأتي تحرك الجيوش يعني عندما نتصور هذه المنطقة تشمل فلسطين لبنان الأردن سوريا هذه المملكة مملكة بيت المقدس فعندما يتحرك الجيش الأيوبي من مصر يتحرك صلاح الدين فيكون التحرك من الغرب نحو الشرق ونحو الشمال وعندما يتحرك الجيش الزنكي من الموصل أو من حلب يتوجه إلى المملكة أيضا يكون التحرك من الشمال إلى الجنوب في تحرك يكون التحرك جنوبا وفي أماكن يكون التحرك شرقا وفي أماكن أخرى يكون التحرك غربا حسب حركة الجيش لأن قلنا المنطقة واسعة وعندما تصور تحرك الجيش الزنكي من حلب أو من الموصل فتختلف الاتجاهات إذن يقول في هذه السنة جرت أمور أوجبت أن تأثر نور الدين من صلاح الدين ولم يظهر ذلك كان سببه أن صلاح الدين يوسف بن أيوب سار عن مصر في صفر في هذه السنة إلى بلاد الفرنج غازية ونازل حصن الشوبك وبينه وبين الكرك يوم وحاصره وضيق علاما به من الفرنج وأدام القتال وطلبوا الأمان واستمهلوه عشرة أيام فأجابهم إلى ذلك فلما سمع نور الدين بما فعله صلاح الدين سار عن دمشق قاصدا بلاد الفرنج أيضا ليدخل إليها من جهة أخرى فقيل لصلاح الدين إن دخل نور الدين بلاد الفرنج وهم على هذه الحال أنت من جانب ونور الدين من جانب ملكها أي ملكها نور الدين ومتى زال الفرنج عن الطريق وأخذ ملكهم وأخذ نور الدين ملكهم لم يبقى بديار مصر مقام مع نور الدين أي لم يبقى لك مقام مع نور الدين لم يبقى بديار مصر مقام مع نور الدين وإن جاء نور الدين إليك وأنت ها هنا فلابد لك من الاجتماع به وحين إذ يكون هو المتحكم فيك بما شاء ثم إن شاء تركك وإن شاء عزلك فقد لا تقدر على الامتناع عليه والمصلحة الرجوع إلى مصر هذه نصيحة بترك فتح بيت المقدس بترك فتح البلدان الأراضي الإسلامية وتحرير المسلمين هل يقبل بها صلاح الدين؟ أقول في التعليق أقول نعم هذه هي السياسة السلطوية قاتلها الله تبيح كل شيء لصاحبها من أجل البقاء والسلطة والجاه فهنا صار وجود وبقاء وملك وسلطان صلاح الدين ملازما لوجود الفرنج وبقائهم وقوتهم إلى الحد الذي إلى الحد الذي يعجز نور الدين أو يعجز فيه نور الدين عن غزوهم وإزاحتهم فلا يتمكن من الفتح وربط سلطان الخلافة بين الشام ومصر فيكون تهديدا محتملا لصلاح الدين فالحروب والغزوات والفتوحات وتحرير المقدسات ووحدة المسلمين وقوة الإسلام كلها مرتبطة بالحفاظ على مكاسب ومصالح الحاكم الشخصية وحكومته وتقوي السلطته وتصفية أعدائه المنافسين له وإلا فليحترق وتدمر وينتهك كل شيء فلا إسلام ولا حياة ولا كرامة وأمان المسلمين ولا تحرير مقدسات ولا توحيد بلاد الإسلام وقد تعرض المسلمون في تلك الفترة عندما غزى الصليبيون البلاد لقد قتلوا أيضا وقعت مجازر وقعت إبادات قتلوا أكثر من سبعين ألف في المسجد أكثر من سبعين ألف إنسان من المسلمين ومن اليهود كانت إبادة جماعية كانت مجزرة بما هي حقيقة المجازر حتى قيل بأنه قد أبيد جميع سكان بيت المقدس